أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنسة الإسرائيلي ومؤات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى شريف ورفع العلم الإسرائيلي داخله وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية وتزامنا مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى وفي بيان الوزارة الخارجية شددت مصر على أن تلك تصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم كما أكدت مصر على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة